اهم شيء بيمثل اي شركة امام جمهورها وعملائها ومتابعينها هو الشعار وطالما الشعار هو رمز بيمثل الشركة وبيرمز ليها يبقى ليه ما نخلقش فيه روح ونخليه يتحرك ويعبر اكتر عن الشركة علشان يتحفر في ذهن الناس اكتر ويقدي الغرض منه بشكل اقوى واحسن وافضل من هنا جت فكرة اللوجو انيميشن او تحريك الشعار انك يتحرك شعار معين لشركة معينة بطريقة ترمز للشيء اللي هو بيمثله او توضح لعميل ازاي جت فكرة الشعار اصلا وده بيحتاج منك كمصمم موشن جرافيك طبعا افكار عبقرية وخيال خصب وواسع علشان تقدر تطلع بفكرة ممتازة لتحريك اي شعار يتعرض عليك وعلشان كده عملت الفيديو بتاع النهاردة علشان قديلك انت كمصمم موشن جرافيك برضو كمية من الافكار توسع بها خيالك وتستلهم منها طرق جديدة لتحريك اللوجوهات بطرق تنفيذ بسيطة وسهلة خلنا نبدأ باول شعار ونشوف ازاي تم تحريكه اول لوجو معانا النهاردة تم تحريكه هو لشركة جوجل عبارة زي ما انتشايفين عن اربع نقط صغيرين فهمش اي حاجة ملونين زي الوان شعار جوجل بيبدأوا ان هم يتحركوا زي موجة وبعدين يتحولوا لشكل ويف او يعني زي زبزبات صوتية وبعدين بعد كده موجة وبعد كده بيتحولوا لكلمة جوجل خلنا نشوفوا تاني الموضوع بسيط خالص ولاحظ وقت التحول النقط نفسها بتكبر وبتكون الحروف موضوع بسيط جدا يعني شركة عالمية وتعتبر اكبر شركة بالنسبة للويب او زي كده اكبر محرك بحث ومجرد بس حركات بسيطة في اللوجو والبساطة هي سر الجمال يعني دايما خلنا نشوف اللوجو التاني عبارة عن سهم بيحاول ان هو يعمل كليك ودي اسمها سيت كليك اه هي شعارها كده بعد كده في فارفوكس لاحظ طريقة تحريك الشعار اه بيحاول ان هو يعرض المنتجات بتاع فارفوكس اللي هو يعني في خصائص معينة لاحظ مثلا هي كان في شعار قديم لفارفوكس فارفوكس هي متصفح بتاع انترنت لاحظ هو الشعار بتاعهم اصل عبارة عن تعلب وحوالين الكرة الارضية وبعد كده هم طوروه وغيروه لاحظ هيبقى ايه هو بقى كده يعني كان كده لاحظ قبل ما يتغير كان عبارة عن تعلب وبعدين بعد كده طبعا دي كلها بتكون يعني هنا اه بتكون الخطوط دي اصلا على فبتعمل لها زي ما تعرفنا قبل كده فبتبقى معك عبارة عن او مصار تقدر ان انت تغيره وتعمل وبعد كده تحوله زي ما انت شايف بالشكل ده بشكل بسيط جدا حتى الكرة الارضي نفسها اتشالت برضو بشكل اه جميل علشان يتعامل الشعار وفي الاخر يكون بالشكل ده تمام نخش على الشعار اللي بعده زي ما انت شايفين الشعار اه فكرته بسيطة هو طلع له اربع خطوط وبعد كده بقى تحول له اربع نقط بعد كده رجع الشعار زي ما كان خلا نشوفه مرة تانية اربع خطوط اربع نقط رجع زي ما كان تحريك بسيط جدا بس عبقري تمام اللوجو ده عجبني جدا اسمه امبروف برودكشن هو ده اللوجو بتاعهم بس كده عبارة عن فرخة او طائر ورجلي عبارة عن عجلة لاحظ هنا بص هو زي ما يكون ماشي بعد كده بيبدأ ينقر الكلمة لاحظ هنا هو بيبين رأسه الاول وبعدين الخطوط دي بتبين ان هو ماشي اللوجو نفسه موش ماشي يعني اللوجو واقف في مكانه بس الخطوط بتتحرك طبعا في خلال الدروس اللي فاتت اه بتاعت اه الدرس اللي احنا بنشرحه حاليا ان شاء الله هنكمله ما تخافوش فاحنا شرحنا دي او الخطوط ديت ازاي بيتم عملها وعموما النوع ده من اسمه اه ستروك موشن او موشن ستروك تقدر انت تبحس عنه بيبقى شكله جميل جدا بعد كده هو الطائر راح للنقطة فبينقر حرف الاي فعملت الدايرة بتاع اللوجو زي ما انت شايفين تمام اللي بعد كده عبارة عن اه الكائن ده اللي هو طبعا هي اماركة مشهورة ومعروفة بس اه التحريك بتاعها برضو ممتاز وعبقري عبارة عن ايه? اه خلنا نشوفه من البداية هو طلع بينط وبينزل تاني نلاحظ طبعا ده كل ده ممكن يتحرك فريم باي فريم تحرك المسار نفسه بتاع الرسم بحيس ان انت تحصل على الحركة دي والحروف نفس الحكاية هنا امازون شركة امازون عبارة عن كارتونة بتترمي وعليها شعار امازون وبعد كده الكارتونة بتنبعج ويطلع منها ادوات كتير جدا الالام والفلاشات والتشيرتات وشنطة هدايا وزجاجات وامصان حاجة زي كده بعد كده لاحظ التحول هنا يعني كارتونة نفسها تحولت لشرطة وبعد كده بتبدأ ان هي تكبر تنزل تحت شركة امازون علشان تكتب كلمة برايم وبعد كده يجي الابتسامة اللي هي منها ابتسامة ومنها سهم من حرف الاي لحرف الزد يعني احنا النهاردة درسنا بس مش في عبقرية التحريك ده عبقرية عمل الشعارات من اساسها يعني حتى اللي عمل الشعار شركة من اي تزد شركة امازون طبعا شعارها معروف وفي نفس الوقت بتسامة بجنب كده وفي نفس الوقت هو شعار امازون فيعني اللوجو عبقري من غير تحريك حتى بعد كده الثلاث شونة دول زي ما انتشوفتوا طلعوا وبعدين ضغط على واحدة منهم فاثنين اختفوا والواحدة دي تحولت لنقطة وبعدين لنقطة تحولت لحرف الاي وطلعت يعني طلعت حرف الاي وطلعت يا فوقه وبعدين بقت شعار لينكت ان هيضغط عليه دلوقتي علشان يظهر من وراه كلمة لينكت تمام هنا ام شعار تقريبا لشركة ايكيا لاحظ ان حرف الاي نزل وبعدين حرف الكي بدأ ان هيظهر النقطة بتتحرك معنا ان شاء الله نعمل درس عن طريقة تحريك النقطة بالشكل ده برضو الكتابة تحريك الكتابة هنعمله درس بإذن الله وتحريك الشخصيات يعني في دورتنا الاحترافية في كذا درس مهمين ان شاء الله هنحتاجهم وهنعملهم قريبا عشان يطلع معنا بالشكل ده خلنا نشوفه من البداية بعد شعار لينكت ان شعار ايكيا نزلت وبعدين نطت وبعدين حرف الاي وبعدين حرف الاي وطلع من وراه اللي هي النقطة او الكرة البيضوية الصفرة وبعدين الشعار بالعزرع عجبني جدا موضوع يعني التحريك المائي ناحز هنا يعني هنا تحس ان النقطة بعد ما خلصت مع حرف الاي وطلعت حرف الاي ناحز كده انا برجع حرف الاي نفسه اللي في الاخر النقطة نطت وعملت نقطة في بحر بقت صفرة وبعدين البحر ده بقى هو العلامة البيضوية يعني انا كشخص بحرك موشن جرافيك اكيد العلامة البيضوية دي هخليها تطلع كده يمين وشمال مش هيجي في دماغي ان انا خليها الفوق يعني حتى هقول ان هي بقى شكلها مش حالو ان هي تكبر بالشكل ده الفوق وبعد كده تتحول لكورة بيضوية وبعد كده تنبعج ويطلع بعد كده اللون الازرق حواليها لكن في الاخر طلعت ممتازة جدا نلاحظ شغل اكتر من رائع طيب ده سندوتش بورجر لاحظ بدايته ايه بدايته ان هو اصلا السندوتش كامل وبرضو النقطة السائل معانا في تاني مرة النهاردة للوجو بتاع البورجر نقطة عبارة عن سائل بيلف حول السندوتش وبعد كده السندوتش يتحول وبعد كده ينزل علشان يتحول لكوب قهوة تمام وبعد كده يتحول لوردة فانيلا كيك اند كوفي يعني مش عارف ليه كيك اند كوفي وايه اللي دخل البورجر طيب يا جماعة مش ده بروجر برضو ولا انا غلطان بورجر ايوه مش كيك ولا حاجه بس تمام يمكن ميعمل بورجر اهههى الشعر بتاعهم اصلا ملوش علاقة بالكيك اند بورجر بس جميل تحريك حلو احنا لينا في التحريك تمام كيك اند كوفي جميل برضو مفيش مشكلة طيب ايه اللوجو اللي بعد كده معنا? ايه? مش عارف اقرأ الكلمة دي بصراحة. ده اسم ماتجر بس مش عارف ايه ده. طائر بيرفرف. بعد كده بيحط على الوصل. ده ده حاجة اسمها المفروض ان انا كنت هعمل درسة عن مبادئ التحريك اللي اتناشر. دي اساسياته ان شاء الله نعمله بازن الله قريب. علشان نعرف ازاي يعني الطائر هنا وهو بينزل على الغصن. لازم الغصن ده يستجيب. نواحظ هنا الغصن نفسه نزل لتحت. تمام? عشان يكون تحريك وقعي. تمام? طيب اللوجو اللي بعد كده عندنا كلمة بتبدأ ان هي تتمسح. خلنا شغل. تتمسح واحدة واحدة حرف حرف. والخنزير ده بيبدأ الشاكوش يطلع لفوق ويلف. تمام? بعد كده يضرب الخنزير او اللي هي حصالة يعني عشان يطلع الفلوس اللي فيها. كأنه بيكسر الحصالة علشان يجيب الفلوس اللي فيها. بعد كده الفلوس بتطلع وتتناثر بشكل نزيز. بعد كده بتتحول اعمدة الفلوس دي للحرف الاكس اللي طالع منه الخنزير والشاكوش. خلنا نشوف من الاول نزيز نزيز. ده بيهانس. بيهانس اه غالبا مش هما المحركين لان هما لو هما حركوا الشعار بتاعهم هيقعوا في ورطة كبيرة. ليه? اللي ما عرفش بيهانس يا جماعة هي اصلا مجتمع او زي الفيسبوك كده موقع سوشال ميديا للمصممين. عملته شركة ادوبي علشان تدخل فيه المصممين سواء بقى بتوع الموشن بتوع فوتشوب اي حاجة بتتصمم الناس دي بيتجمعها في المنصة دي. فعلشان يعملوا هما لوجو انيميشن لنفسهم اكيد المصممين اللي عندهم هعملوا احاجة احسن. فعلى ما اعتقد ان ده تحريك شخصي لواحد حاول بس ان هو يحرك اللوجو بتاع بيهانس. خلنا نشوفو. البسيط جدا انا شفت احسن من كده له. فاكيد مش بتاعهم. بس تمام. خلنا نشوف ده ده لوجو ايه ده? ده لوجو برضو لازيز. التفاف على التفاف الخط ده من حوالين السهم ده سهل قوي جدا. يعني ان شاء الله كنت هعمل درس برضو عن طريقة تحريك الخطوط حوالين بعض. بتبقى لزيزة. بس مش بتخيليني السهولة بتاعتها. سهل قوي. ان شاء الله نعمل الحاجات دي كلها باذن الله مع بعض. بس ما فهمتش برضو. هو عبارة عن ايه. خلنا نرجعه تاني. بعد بيهانس. ار. وبعدين الار بتتحول لرأس حصان. ما فهمتش. تمام. خلنا نشوف اللي بعده. يو اي اللي هو تقريبا. تمام. طيب بس نرجع اليو اي تاني. عشان في حركة كده عجبتني. اه التفاف الكورة حوالين الشعار. دي احنا هيعتبر عرفنا ازاي بتتعمل في الدرس بتاع المقطع الاحترافي اللي كنا بنشتغله. وحركنا الايقونات حوالين البابنا. هزون الموضوع اصبح سهل بالنسبة لنا. هنا بيتبرم. الكتابة اصلا هي زهرة قدامك ان هي بتتبرم. لكن دي بتصغر من الجنب ودي بتلف ودي بتكبر. فاهمني? في هول موضوع مش برم ولا حاجة. اه اللوجو ده. النقطة بتخفي الكلام. وبعدين تحرك الكلام بشكل لذيلي. جميل جدا. جرافيك نينجاز. الخطوط عادية. هنا دي بقرة. بتبدأ انها تشمشم في الكلمات. او ده ايه ده كلب? ده كلب. الله. الله يعني شغل احترافي. بص حول الشعار يعني تخيل اصلا الشعار كده. يعني هو كده تقريبا. فتخيل ان هو بدأ ان هو يبص يمين وشمال ويبدأ يشمشم في الحروف. شوف الفكرة. وينبح كمان يعني ما فيش صوته هو بس انا كان يسمع صوته. خلنا نرجعه تاني. جميل جميل. طيب هوم لي. اي 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 كونة سيرش. كتب فيها هوم. وبعدين اتفتحت بقت عبارة عن خطين وما بينهم بيت اللي هو الهوم. بعد كده اللي بتسامه وجنبها هوم لي. شوف حاجة جدا. كل ده احنا بنتكلم في خلفيات يعني خلفيات مهاش حتى متدرجة لونيا. خلفيات سادة. و اه حاجات بتبدأ ان يتتحرك. علشان تتعرض بشكل سهل جدا. او يعني بسيط. يمكن صعب في تنفيذه على بعض الناس. لكن لما نشرحه هتعرفه قد ديه هو سهل. تمام? هو طبعا السهل بس بياخد وقت. سي ما شرحنا قبل كده. الشغل الحلو دايما بياخد وقت. هو في سهل في التنفيذ. لكن الفكرة هي اللي صعبة وبياخد وقت. تمام? خلنا بقى نشوف ده بتاع ايه? ماوس. بيتحرك اربع مربعات. بيتحوله لكلمة طريبا دي شركة شحن او الله اعلم. هنا هنا بص الحركة دي. هنا في ظل. تمام? الظل ده وهي بتتحرك. بيتحرك معها. فبالتالي تحس ان هي كأنها سحبة اللي وراها دي كأنها ورقة او ما شاكده. لاحظ? يعني زي جات لك الفكرة دي. المصمم عبقاري بصراحة. ورجع التاني يعني هو بدل ما كان التيل اللي ملونة. خلنا نشوفها تاني. نشوفها على البطيق شوية. بتتحول لخط. الخط بيبدأ ان هو بتحول لحرف الاس. ويرجع التاني لشكل اللي كان فيه نجمة. والنجمة تدخل عليه من برا. لاحظ? النجمة بتدخل عليه من برا. علشان تتحول لنفس اللوجو تاني. وفيه خارجي او ظل خارجي كده. هيبدأ ان هو يختفي. ايه الجمال ده? ده برضو لزيز. خطوط بالتحرك. عادية. بس سريعة وفي نفس الوقت متنغمة كده. بشكلها حلو جدا. روعة. ده ستروك عادي للخطوط. ان شاء الله نشرحه حتى بالعربي. نعرف ازاي تحرك. هنا لاحظ بص الجمال. يعني كام لوجو ورا بعض كده? بس اه هنا الخطوط اللي ورا دي. والبتاع اللي بتتحرك ورا البرنيتا دي. بيديك ايحاء ان هو اصلا طاير. وهو مش طاير. هو واقف في مكانه. عمل بس يروح يمين وشمال. فممكن تعمل اي شعار زي ما انت عايز. مع الايحاء اللي انت عايزه. خليني اشوفهم الاول. بلان. اظن ان ده شعار غير التاني. جميل جدا. حتى بيشاور بيديك كده. تلاحظت انت الحتة دي. بس بيشاور بيديك يعني اللي هو يعني او بجد تصميم عبقاري. طيب خمسميت بيكسل او بي اكس. خمسة تحولت لخمسة وفي وسطها اكس. وبعدين رجعت خمسمية بي اكس تاني. الكانجرو ده برضو لذيز قوي. تلاحظ ان هو اصلا كان واقف بجنبه. ده هنتكلم عنه برضو في تحريك الشخصيات لان جالي سؤال كتير من الناس بتسألو ازاي بخلي الشخصية بعد ما كانت بصة يمين تبص الورا. وده يمكن اتكلمنا عنه في دورة بتاعت المبتدئين لما عملنا مقطع متكامل للشخص السعودي اللي كان بصص نحت. اللي مين وفجأة بص نحت الشمال هو سبل متسك له ماشي لو تفتكروا. لكن ازاي يكون بصص للجنب وبعد ان يبص الورا. نفس الحكاية برضو. ممكن ان انت تغير الصورة فجأة وممكن ان انت تحركها كباس. الباس نفسه يتغير الاماكن بتاعته عشان تحولها للرسمة جديدة. نلاحظ دلوقتي زي كده. يعني هو دلوقتي بيلف. نلاحظ. حتى الطفل اللي جواه بينزل لتحت وبعدين المكان الابيض بتاعه بيبدأ ان هو يلف معا. ده اسموه فايك سري دي. هو مش سري دي ولا حاجة. هو تحويل ما صار بس الخطوط فبنسميه او اتنين ونص سري دي. ماهوش اتنين ونص دي. سوري. مش اتنين ونص دي. اتنين ونص دي. تمام? فببقى شكله بالشكل ده. رجع تاني. بوشه. جميل جدا. اه بيجلاد جميلة. ده بدو ده برضو. برضو معتمد على الفيكس ري دي. حاجة تحفى. انا مش عارف الشعرات دي بتاعت ايه بس جد تحركها خرافي. اه كتير من الشعرات دي انا يعني بتخيل بها ساعات كده بشوفها احيانا كفي مواقع عالمية او كده. ان ديف بسمحانها برضو. بشوف برضو العلامة دي احيانا. هنا تقريبا دي خاصة بال ايما بورسة ايما الله اعلم. اه ممكن تكون قناه مسلا. الله اعلم. بس شوف التحريك هنا طلعت ايد مسكة الازازة وكل ده رسم رسم بس. طبعا هي زي ما تكون باين ان هي مسكة الازازة لكن دي عبر عن اربع ستروكات وفقهم. ده يعني الموضوع بسيط خالص. بس طبعا ده يعني محتاج يكون اللوجو كده اصلا. الخطوط عادية برضو بتتحرك لكن في جزء من الشاشة اسود وفي جزء من الشاشة ابيض. ريال سكوت آآ كلير فويس. لوبيكس ديجيتال. لزيز حرف البي بتحرك انه نحلة ام في بي. جيملاب اتحرك ازاي عبر عن اربع نوات طبعا بيتمثل بلاي ستيشن او اللي هو الدراعات بتاعة البري ستيشن. فلزيزة برضو. جميل. نقطة وبتطلع منها بس شكل الشخص وشكل الاميس وهنا شكل الشخص وشكل الفلوس. نقطة تاني. لا ده خلينا نشوفه الاول علشان لزيز. جميل. تمام. خطين بتحركوا يبدأ فيهم تقطعات علشان يزهر لك آآ وبي تي زد. بس خلان نشوفه تاني. بحبا الافكار اللي هي بسيطة بس معبرة. نحز يعني الخطين دول هيكونوا بعد كده تلت مسلسات. ازاي جات له الفكرة? ايه الجمال ده? تحفظ وما خدش وقت يعني تلت ثواني. هنا برضو تحولات للاشكال. نزيز. وهنا الله. شوف اللوجو ده. بعد ما ده يخلص. ازاي بتحرك? يعني ده اصلا مفروض ان اللوجو سابت كده. فهو يعني حط فيه روح وخلاه كأنه فعلا كائن حي. خلنا نشوف. بس بتحريك بسيط كأنه بيتحرك. او كأنه طور. او كأنه وحيد القرن. بيتحرك. لاحز انها بيعمل في الارض برجله. الله يروع. يعني انا نفسي اعرف الناس دي بتقعد ازاي كده بتجيب الافكار الجميلة دي. الله. حتى في في النزلة بتاعته الكلمة اتحركت وبدأ يقع منها حاجات كأنها اتهزت يعني كأنها اصلا حاجة حجرية. وتهزت كده فبيقع منها حجار. وبيرمش كمان بعينه. لاحز انت الحركة دي. لاحز عينه. بيرمش بعينه زي ما يكون يعني كائن حي فعلا. دي تيكت تذكر الطيران. بتتحول اه طيرة ورائية. بتلف. انا عملت لوجو زي كده لجامعة امريكان. اه كانت تطبيق جوال تقريبا من حوالي سنة. هنا برضو دعب قري قوي. تقريبا دي شركة مجوهرات او حاجة زي كده. او منتجات جات الله اعلم. شوف ازاي بتتحول الايكونة من حاجة لحاجة. خلنا رجعها تاني. بعد ما ده يخلص. كورة. ازاي هتتحول الكورة دي? ده لازم يتعرض بالبطيل. كورة بتنط مرتين. بدأت الخطوط اللي فيها تختفي. تتحول لدايرة. الدايرة تحولت لخاتم. الخاتم واقف شوية عشان المشاهد يشوفه. بعد كده هيلف. ويتحول لنيكولاس او يعني عقد تقريبا. يا اما عقد يا اما حلق الله اعلم. وبعد كده تحول لسماعة. هنتكلمنا عن تحول الايكونات قبل كده. وخصوصا في المسار بتاعها لو هي رجع القناة. هتلاقي فيه درس لتحول الايكونات. بعد كده تحولت القهوة. القهوة تاخد المسار بتاعها. وبعد كده تحولت لساعة. والساعة طلعت الاجزاء بتاعتها. بعد كده الساعة بعجت. علشان تتحول ليه تاني. ده اللوجو. ده في الاخر. تمام. شوف اللوجو اللي بعده. معادلات حسابية. ازاي بيتم تحولها لحروف? حاجة جميلة. ده برضو عجبني اسمه تيكت سيتس. آآ يعني اسمه كده اسم الشركة طريبا بتاع شركة الطيران او. يعني حاجز في اماكن متعددة طيران وفنادق وغيره. فالكرسي ده لاحظ هيتعمل فيه الكرسي. هو ده الشعر بتاعهم. الشعر هيتحول لايه? جه من فوق كأنه نقطة كده تحول لطريق. هي اسم تيكت. وبعدين بيطير وبعدين يرجع يتحول لكرسي والكرسي يتحرك. شوفوا من الاول. ايه الفن ده? ايه الجمال ده? تخزيه بصري يا جماعة قوية جدا جدا جدا. اوعى تنزل بمستواك وتشوف حاجات قليل من كده. علشان بجد آآ كل ما تشوف حاجات حلوة كل ما هيبقى شغلك حلو ان شاء الله. هنا برضو الحرف الاو بيطلع منه الدوائر وبتدخل شكلها حلو قوي قوي قوي. نواحز بعد ما ده يخلص. جميل جميل جميل. هنا تقريبا انكل كارنت مش عارف بصراحة بيحركوه تقريبا هو اللي هو علاقة بالفولت او الكهرباء فاتحرك والكهرب الكلام جميل قوي. آآ كريمة. كريمة بس كده خلاص? فلصت? نزيز. اتكلمنا عن تحريك برضو الحروف ديت والله يا جماعة والله اغلب الحاجات اتكلمنا عنها. آآ درس الحروف ده نزلت انا قالب كامل لكل حرف آآ تلات حركات كابتل وتلات حركات تقدر ان انت يعني تكتب اي كلمة باللغة الانجليزية تحركها كل كل حرف تختار منه آآ تختار من تلات حركات عشان في الاخر يبقى الشعار معك بالشكل اللي احنا شوفنا هنا السرعة سنت بلو اوبرا طبعا يعني المتصفح بتاع اوبرا معروف شوف التحريك بتاع اللوجو بتاعه في ثانية بس دايرتين بيتجمعوا بتطلع من وسطهم بشكل بيضاوي خلاص تم تحريك اللوجو عبقرية بجد يعني انت كان مصمم جرافيك مش شرط ان انت تتعب اهم حاجة الفكرة الفكرة هي اللي بندفع فيها فلوس في لوجو انيميشن بمية دولار وفي لوجو انيميشن بعشر تلاف دولار والاتنين مدتهم خمس ثواني او تلات ثواني بس الفرق ان الفكرة دي عبقرية وان الفكرة اللي ممية دولار استسهل وحتى اي حاجة هنا هاش داش اللذيذ تحول حروف هنا عبقرية جميل جميل خلا نشوفه تاني ونعمله برضو بالبطيء نقمش ده حرف الفي بينضم او بيلف كأنه سلسل ابعاد علشان يبقى عمود بس كده وبعد كده العمود يتحول لحرف تاني اللي هو الاي تقريبا وبعد كده يرجع يتحول لفي الشغل اللي ممتاز النقط اللي فيه ده برضو جميلة جدا بشكل حلو طيب ده ايه ده بيز كامب اه لجيسي يونيون فوتو كامباني ماركت بليس بس الجمال يعني دي المفروض ده اما ده سوبر ماركت يعني ان شكله كده بين انه سوبر ماركت بس انت متخيل ده لوجو جاي لك انت كمصمم جرافيك والعميل جاي لك بلوجو عبارة عن فرخة اللي هو ده ده اللوجو تمام بقول لك حرك لي اللوجو ده انت المفروض كشخص مصمم موشن جرافيك المفروض تحرك اللوجو ده ايه الفكرة اللي هتجي لك يعني عن نفسي ممكن مثلا اجيب فرخة عادية بتتحرك وبعدين تمشي وبعدين تبص الكاميرا وتتحول شكل فرخة وبعد كده تكتب الكلام ليه علشان انا خيالي دايق وده حاجة انا ما اعترف بها كل واحد له يعني له كمية من الخيال كده كل مكان خيالك اوسع كل مكان شغلك افضل فلاحظ بقى ان المصمم هنا خلي الفرخة زي ما هي بدأ باللوجو اصلا كامل المفروض ان احنا بنعمل ايه احنا بنبدأ مفيش لوجو ونبدأ نحركه وبناء عليه بيتكون اللوجو بتاعنا في النهاية لكن ده هو بدأ بيه كامل اصلا والفرخة بدأت ان هي تبص يمين وشمال بقولك بيحط روح جوة يعني طبعا استفرال عظيم ده روح من امر ربنا مقصودش طبعا ان احنا بنخلق حاجة يعني بس انا بقول بيحرك الحاجة السابتة اللوجو اللي انت بتشوفه سابت وما بيتحركش بيبدأ ان هو يحركه قدامك وتبدأ ان انت تحب اللوجو اكتر لانك انت بتفتكر الانيميشن بتاعه كل ما بتشوفه تمام الفرخة حتى العرف بتاعها بيطلع برا الدايرة او يمكن دي بيضة تقريبا الله اعلم بص بتبدأ ان هي تبص على الماركت وبتستعجب بعدين تنقل حرف الكي الكي مرتين يبدأ يطلع وينزل كأنه شوسته كده حرف الار برضو نفس الحكاية تبص يمين وتتكلم او تنادي وبعد كده ترمش والعرفة بتحرك وبعد كده ترجع زي ما كانت شغل محترفين جميل هنا تحريك الشجرة سيمبل جدا برضو ترينباس على الفمات شغل سهل قوي هنا الرمال بتدخل جوا كلمة ويف وهنا المسلسات والاشكال المنباسقة دي اتكلمنا عنها برضو شكلا بيكون نذيذ اوي بدأت تتملي بموجة زي الميا مع ان اللونين مقربين اوي يعني لو انا اللي بشتغل هحط لون مختلف عشان التباين علشان العين المشاهد تبقى شايفة الموجة لكن ده غامر وحط لونين مقربين ومع ذلك طلع شكلهم تحفة هنا المفروض ان كأن انت بصص للسماء والسقر ده طير فوقك طير وما بتحركش جنحاته لاحظ هو طير والحطوط بس هي اللي بتتحرك هو بتحرك يمين وشمال يعني المصمم غامر وحط سقر ما مخبطش بجنحاته غير مرة واحدة ناحظ خلا نشوف بعد ده المصمم بس خلا يتحرك كده وبعدين كده تمام كأنه بس رف رف مرتين بعد كده فضل فارد جنحاته بس يا جماعة والله مش شرط ان انت تعمل شغل كتير المهم الفكرة لوجو جميل طبعا دي شركة ياهو معروفة كانت معروفة على ايام نحن باجي لتسعينات كتير جدا شركة ياهو وشفت لها اكتر من لوجو انيميشن برضو هنا شعار تاني جميل اوي هنا برضو لزيز ستوديو ده بايبل تقريبا برضو شركة عريقة ولها اكتر من لوجو انيميشن لو انت كتبت في جوجل تقدر تشوف لوجو انيميشن كتير هنا تقريبا دي مركة الجيمز او الجيمرز فشكلها مش اوي يعني ما اعجبنيش ام دي شير كتبت ده لزيز اوي دي حاجة خاصة طريبا اكيد بالالكترونيات بالالكترونيات كليبرا سناب كلارو بحب انا شغل الحيوانات والتحريك دي حرف الام تقريبا وجنبه نقطة خلنا نشوفه تاني حرف الام وجنبه نقطة بس بس هو تقريبا شعرهم كده كلبه وقطة فهو بس حركهم كأنهم بس كلب بيتنفس وبيشمشم والقطة قاعدة سكتة بش بتعمل حاجة جميل جميل برضو حلو حاجات عادية لزيز اوي ايه ده بس هو ده الشعار خلنا نشوفه تاني اه من كتر الشعارات دي انا فرجت عليها كذا مرة بس ممكن ما كنتش ركزت اه دي بداية الشعار الشاشة بيضة المفروض ان الشاشة بيضة بتزهر دايرة بتحاول لبيضة بتكسر البيضة وبينزل المكونات بتاعتها على نار وبعد كده تتحول لبيضة مقلية وبتبدأ انها تسافر فوق تطلع عند كوكب اهو تلف حوال الكوكب وبعدين الكوكب يختفي وتظهر بي ال اي او يعني المفروض ان حرف البيضة نفسها مكونة حرف بس اللي هو اي بقى دي ما عرفش دي برضو بدايتها زي جوجل اللي كان في اول فيديو خالص بريتي لا اظن كان فيه تحريك افضل من كده للشركة دي خطوط عادية بس كونة الطائر المركة دي مشهورة نشوفها كتير قوي مركة دينكن تقريبا تقريبا شركة قهوة ما عرفش دونتس او دونتس اكيد يعني فيه ناس كتير يعرفوا انا ما عرفش الحاجات دي اوي بس شركات كتير دينكن دونتس اه تمام سوفتوير شركة سوفتوير تي ام جميل انفنتوري برضو شفت اللوجو بتاع الشركة دي كتير شوفها كتير بس ما عرفش بتاعت ايه موشن اوزرز يعني اللي هي مؤلفين الموشن ده كده اصدقاء بقى يعني دول ناس من اصدقائنا اكيد شركة موشن وبتعلن عن نفسها فاكيد بقى اللوجو بتاعهم هيبقى اه احترافي زي سكولف موشن اللوجو بتاعهم قريب من سكولف موشن هنا منارة لاحظ حركة المنارة اصلا بيكبر بيخفي الدايرة بيخفي الرسمة كلها بيبقى زي ما يكون خط كده كأن ده ضوء بس عبقرية في التحريك جميلة بصراحة ر اي ال اي اللي هي يعني متصلين ببعض ليكا برضو زرفه بيدخل جوه ورق جميل ده ايه ده با لندن فتنس طبعا لندن معروفة بالشخص اللي هو الحرس الملكي اللي هو ده فخدها تعبير عن كلمة لندن وبيلعب رياضة تعبير عن كلمة فتنس ان هو بيلعب جم يعني او تمارينات فاصلا المركة شوف اللوجو ملهوش حاجة تتحرك فيها يعني ده ايه ده تقل عبارة عن تقل جوه بيت فالواحدة يحركه ازاي فعمل الفكرة برضو فكرة ممتازة جدا ده ساوند كلاود مكينة كده الفيديو بتاعنا خلص ميت لوجو على السريع كده استمتعنا بيهم مع بعض مش عارف ازا كنتوا استمتعتوا معي بس حبيت اشارككوا التغذية البصرية الجميلة دي لتحريك ميت لوجو عالمي من اللوجوهات العالمية ان شاء الله هيكون لنا دروس تانية في تحريك الشعارات عموما وكيفية استلهام فكرة علشان تحرك الشعار لان خلاص انت عرفت التحريك فلما اشرح لك التحريك انا كده مش بضيف لك شيء جديد لكن الجديد هيكون ازاي تستلهم فكرة تحريك الشعار احنا دلوقتي بدأنا بتغذية البصرية علشان يكون عندك شوية افقار تقدر ان انت تتحرك بها وتقدر تشوف الناس المحترفين في الدول الاجنبية بيحركوا الشعارات ازاي مش شرط يبقى مدة طويلة مش شرط يبقى فيه شغل كتير مش شرط يبقى سريدي او مجسم او فيه اضافات او فيه بلاجنز مش شرط يبقى الخلفية رهيبة ولا الالوان فضيعة كلها فلات وسمبل في نفس الوقت بتدي اعجاز في التحريك هو ده بقى السهل الممتنع اللي احنا عاوزينه ان شاء الله انا حريص جدا في دورتنا ان احنا نطلع بيها بمستوى اعلى حتى لو انت كنت محترف وتفرجت على كورسات قبل كده عاوز الكورس ده يكون شيء مختلف بالنسبة لك ويضيف لمعلوماتك حتى لو القليل وتكون فعلا بتصنع انيميشان صح مش بس قدر ان انت تتحرك ومعندكش خيال او افكار جديدة تابعونا على قناتنا ان شاء الله وان شاء الله باذن الله هنبقى يعني في دروس قوية الفترة اللي جاية وهنكمل برضو المقطع بتاعنا اللي احنا بدأنا فيه تلت دروس مش هنسيبه وهنكمله لحد النهاية بس زي ما قلتلكم انا بحب انوع كده علشان اقصر الملل من وقت للتاني شكرا لكم كان معاكم محمد البابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا